أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة البالغ بقطاع الصناعات الدوائية كونه يسهم في توفير احتياجة السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص وخفض الفطورة الاستراضية لهذه المنتجات بشكل مؤثر جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد ضمن مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر حيث استهل رئيس الوزراء جولته بالزيارة مصنع أجديما انترناشنال التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وقام بتفقد خطوط الانتاج بالمصنع والمعامل ومناطق التغليف والتعبئة كما شهد رئيس الوزراء عرضا حول نشاط المصنع وهو المصنع الوحيد في مصر وشرق الأوسط المتخصص حاليا في انتاج الهرمونات بكافة أنواعها معاد الإنسولين ونجح في تغطية جانب كبير من الاحتياجات المحلية ثم تمكن عام 2023 من تغطية احتياجات عدة أسواق إقليمية من تلك المنتجات وتوسيع قدراتها تصديرية ترجمة نانسي قنقر